السلام عليكم بشرح اليوم راح علمكم شو نسوي نفس هالفيديو طريقة الايفون والاندوري اول شي تصور نفسك فيديو بعدين تدخل على البوم الكاميرا وتسوي سكرينشوت تعالى اخر لقطة بالفيديو بعدين تطلع من برنامج الصور الحين تدخل على برنامج بيكس ارت وبعدين تضغط على عاملت الزائد اللي تحت وتحط الصور اللي تسوي تلاسكرينشوت بعدين راح يطلع لك العنات لان البرنامج بشامل عشان سواد عيونك تضغط على عاملت الاكس اللي فوقع اليمين بعدين الحين انت شون انت بيتسوي الفيديو انا مثلا راح سوي الفيديو عن مسلسلة كاسا دي بابيل راح اطلع من برنامج بيكس ارت وبعدين ادخل على سفارع ولا اي متصفح وشوف خلفية مثلا راح اشوفها الخلفية راح تحفظ الخلفية بتليفونك بعدين انت وشطرتك راح تصمم الصورة انا الحين راح اصمم الصورة وراح سرع الفيديو بعد ما تصمم الصورة تحفظ الصورة عندك بالتلفون وتطلع من برنامج بيكس ارت بعدين تدخل التيك توك وتضغط علامة الزائد اللي تحت بالنص بعدين تضغط على كلمة المؤثرات بعدين تنزل تحت علامة تحصها الفلتر تضغط عليه بعدين رح يكون فيه خط نفس يمشي سوي سكرينشوت وطلع من برنامج التيك توك خلاص الحين بالنسبة للجستر ايفون رح تحمل برنامج ماجيك اريزر تدخل على البرنامج بعدين تضغط تحت على كلمة فوتو وتختار الصورة اللي تسوي تلاس كرينشوت بعدين تسوي كرب على مقص اللي فيه الخط بعدين تضغط فوق على يمين على كلمة done الحين تختار أول خير تحت على يسار علامة الماجيك بعدين راح يكون عندك هني رقم 20 زيد النسبة مثلا خلها 52 بعدين اضغط ضغطها تحت وضغطها فوق وضغط علامة السهم اللي فوق على يمين بعدين ضغط على كلمة bng وضغط على كلمة high resolution والحين اطلع من البرنامج والحين بالنسبة لأجلسة الاندرويد راح تحمل برنامج background eraser اول ما تدخل على البرنامج تضغط على كلمة load ofوتو وتختار الصورة اللي تسوي تلاس كرينشوت بعدين تسوي كرب على المكان اللي فيه الخط وتضغط فوق على يمين على كلمة done الحين تضغط تحت علي سرع على كلمة auto وراح يكون عندك رقم 25 زيد الرقم خلها 50 واضغط ضغطها تحت وضغطها فوق واضغط فوق على يمين على كلمة done بعدين تحت راح يكون عندك ارقام اضغط رقم 5 واضغط فوق على يمين على كلمة save الحين راح تحمل برنامج vn والبرنامج يتوفر الايفون لاندرويد اول ما تدخل على البرنامج تضغط علمدة الزائد اللي تحت أبعدين تضغط على كلمة new project بعدين تختار الفيديو اللي انت صورته وتضغط علمدة السهم اللي تحتها على يمين راح يحمل معاك بعدين راح يطلع لك صفحة تصميم الفيديو الحين تضغط علمدة الزائد على اضافة صورة وتضغط فوق على يمين على كلمة foto وتختار الصورة اللي حنا فرغناها بعدين تضغط ضغطة على الصورة وتسحب الشريط الأزرق على نهاية الفيديو الآن ترجع لبداية الفيديو وتضغط ضغطة على الصورة وتطلحها بره إطار الفيديو الآن راح يكون عندك كلمة keyframe اضغط عليها ضغطها بعدين روح لنهاية الفيديو وضغط على كلمة keyframe ضغط مرة ثانية ونزل الصورة تحت بعدين لو شغلنا الفيديو راح تلاحظ أن الخط يمشي الآن ضغط فوق على يمين على كلمة export ثم الضغط على كلمة export مرة ثانية والفيديو سوف نحفظ لديك بالتلفون الآن سوف نذهب على البرنامج VN مرة ثانية وتضغط على علامة زايد التحت وضغط على كلمة new project وتختار الفيديو اللي نصممناه وضغط على علامة السهمى اللي تحت على اليمين ثم سوف يحمل معك ويفتح لك صفحة تصميم الفيديو الآن تضغط على علامة زايد وضغط على صورة وضغط على يمين على كلمة photo وتختار الصورة اللي نصممناها ببرنامج بيكس أرت بعدين تضغط ضغطه على الصورة وتسحب الشريط الأزرق لنهاية الفيديو الحين ترجع لبداية الفيديو وراح يكون عنده خيارات تحت اسحب لليسار واضغط على أخر خيار خيار للمسك بعدين اضغط على كلمة لينير رح يصير عندك نفس خط وفيه دائرة بالنص اضغط من اليمين أو من اليسار لا تضغط على الدايرة وطلع الشريط لبداية الفيديو بعدين تضغط على كلمة كيفريم ومشي الفيديو شوي رح يصير الخط اللي احنا صممناه أول شي ينزل نزل الصورة من اليمين أو من اليسار بعدين ماشي الفيديو شوي اضغط على كلمة كيفريم ونزل الصورة من اليمين أو من اليسار بعدين ماشي الفيديو شوي واضغط على كلمة كيفريم ونزل الفيديو من المين أو اليسار بعدين كره العمليان الحين رح سرع الفيديو وهذا الفيديو بعد التصميم اذا عجبك الفيديو حط لايك وكتب كومنت وانشر الفيديو مع الناس وبس والله فيه اعمال الله شكرا